اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا شهر رمضان يا شهر الكرم يا شهر الفضيلة وعلو الهمم يا شهر يأتي الينا محملا بالنعم يا شهر الصيام والزكاة والقيام شهر رمضان شهر العتق من النار شهر الرحمات والغفران شهر ميزه الله بانزال فيه القرآن فهو شهر القرآن كيف نستقبل شهر الأنوار لمعالجة هذا الموضوع استضيف الشيخ إبراهيم خفور إمام وخطيب مسجد الرباح أهلا بك أستاذي أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد وبجميع مشاهدنا الأكارب أيضا على يميني الآخر الأستاذ علي الزغدي باحث متصوف مرحبا بك أستاذ العزيز أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا الشيخ إبراهيم كيف نستقبل رمضان إليكم خطر بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثاره إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يمعلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاءا من كل دا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه ثم أما بعد أيها المشاهدون الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف نستقبل رمضان رمضان هذا الشهر العزيز على قلوب المسلمين هذا الضيف الذي يحل علينا كل عام وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ضيفنا هو هذا الشهر الذي بعد يومين أو ثلاث يحل علينا ويهل علينا هلال شهر رمضان شهر القرآن شهر القيام شهر المبرات شهر الانتصارات شهر كله رحمة ومغفرة وعتق من النار لابد للمؤمن أن يتهيئ لهذا الشهر لا كما نرى في واقعنا المعاش في واقعنا الناس زاد من أكل ومن أشياء يقتنونها من أجل أن يطبخوا في رمضان أكثر أو أن تكون المائدة متنوعة أكثر في رمضان المسلم عليه أن يتهيئ لهذا الشهر بتلاوة القرآن لأنه شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وما يفوتش فرصة من فرص يوم رمضان إلا ويطلو فيه القرآن وهذا ما كان يفعله الإمام مالك عليه رحمة الله كان إذا جاء رمضان عبد مصحفه التسق بمصحفه ما يدير حتى حاجة من غير تلاوة القرآن لأن أفضل شيء أفضل ما يتلى وما يقال وخير ما ينفق فيه المال قراءة القرآن ولكن في هذا الشهر بالخصوص معناها الحسنة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله من الأضعاف إلى ما يشاء الله معناها قادر تكون الحسنة الواحدة بالملايين بل بالملايير تعال أجر ونحن في حاجة إلى الأجور ويعمل الإنسان لماذا يعمل في هذه الدنيا من أجل أن يكتسب أكثر الأجر إذن القرآن ثانيا القيام القيام معناها لازمه ما يفرسي في قيام الليل قيام الليل يعتبر صلة الترويح يعتبر قيام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة هذه نقول للناس اللي يرام يسمعوا فيها ما يفرطوش فيه لأن كان عباد عنخر المغرب تلقاه معناها يفطر ومن بعد يروح يشد الدمين يشد كذا ويخطف لعشة يصليها كاكة وحدة وكذا ويفرط في القيام هذا شهر عباد رأوا ربما رمضان راه وجي يروح وجي لكن ربما أنت هل تصادف رمضان كم من أناس صاموا معنا رمضان الفارط لكن الآن هم تحت الثراء صحيح صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام واحد اللي كان قصة كان زوز من الصحابة أسلموا في يوم واحد زوز وراحوا الوحد المعركة واحد المعركة ملا استشهد واحد منهم على صحاب هذن من استشهد وبعد عام مات لأخر ما لا رؤية الأخر هذاك وين باللي رأوا هذا اللي مات هذاك دخل الجنة قبل هذا وين قبل الشهيد صحيح فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد ومقام الشهيد معناها وين كيف يش هذا وين معناها يدخل الجنة قبل ألم يسم معناها كذا زيز عليه زيز عليه رمضان صحيح ألم يصلي كذا ركعات زياد عنها صحيح ألم يتصدق ألم يذكر الله تبارك وتعالى ألم ما نفيك السنة حصل مشورها السنة صحيح ولدي مين يلعب عن روحك لكن صلي الصلوات في وقتها مع الجماعة بشدة أجر الجماعة صلي التراويح مع الإمام موش يتصلي أربع ركعات ولا ركعتين وتروح ولا تصلي لعشة وتخرج منها قلق على شرق قلق هذا شهر العبادة وانت أصلا مخلوق للعبادة تول الحوت لما يخرجوه من الماء ما يموت كذلك المسلم لما يخرجوه من العبادة وما يعبدش ربي وما يصليش وما يصدقش وما يصومش وكذا هذا ما يموت صحيح ولذلك أنا أنصح إخواني لا بد الإنسان أنه يحبب العبادة إلى نفسه قلنا قلنا بالنسبة للقيام وبالنسبة لتلاوة القرآن تلاوة القرآن هذه وين معناها كان يكتفوا معناها بجزاء وعلا بحاجة معناها ضئيلة معناها لازم يختم الإنسان الوالد عن النبي سلم أنه جيه جبريل في كل سنة ويختم القرآن يدارسه القرآن كما جاء في الحديث وفي العام الذي قبض فيه جاء جبريل مرتين ولذلك معناها أنصح إخواني ما يفرطوشي في تلاوة القرآن وفي القيام وفي كل عمل لأن كلمة الصوم معناها الإمساك كل حاجة تعخير إلا ويبادر بها ورب يضعفها وكل حاجة تعشر يمسك عليها يمسك عليها لأن ساعة واحد تلقاه صايم لكن يهرف يقرط في الناس هذا رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش ربي روف غني إحنا عالنا مش بشي جوعنا ربي والله يحتاج أعمالنا وإنما هي تهذيب لنفوسنا لأن الحكم من الصوم كما قال ربي لعلكم تتقون والتقوى ما هي كما يقول سيد بن عاشر وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذات نال معناها تجتنب النواهي التي نهى الله عنها وتمتتل الأوامر هذه هي التقوى ورب قال في ذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شكرا الشيخ إبراهيم وربما خلاصة قولك اغتنم فرصة حياتك لكسب وخطفي الكثير من الأجل والحسنات إن شاء الله تكون الرسالة وصلت يا أستاذ إبراهيم أيضا سوف أعود لشيخ علي قبل أن نقرأ بعض التعليقات الجميع وخاصة أم عبد المهيمن تقول لكم مساء الأخير مساء الأنوار موضوع جميل ورمضانكم كريم وطيب أيضا لطفي جابري يقول رقم نورين يا جماعة رقم نور الشيخ أحمد أيضا الشيخ الأستاذ أحمد ديلي يقول سلام على الله عليكم وأتعدى الله مساءكم وتحياتي لكم ووفقكم الله مما تقدمون الشيخ علي الصيام ثاني أهم عبادة بعد الصلاة من سكرون سيدي شكرا نشكر الشيخ إبراهيم معلمنا وبرسنا صحيح بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ومرسلين إمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام القائل إنما أنا رحمة مهدد والقائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر أنا بيدي لواء الحمد ولا فخر أنا أول شافع ومشفع ولا فخر فهو حريص علينا وقد قدم لنا الكثير ونسحنا الكثير لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في آخر جمعة من شهر الشعبان قال فيه أيها المؤمنون أحل الله عليكم شهرا أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار الله أكبر من أدى فيه فريضة فكأنما أدى سبعون فريضة ومن أدى فيه نافلة فكأنما أدى فيه فريضة أيها المؤمنون الأكرم لا تتركوا هذا الشهر يمروا ولا تقتنمون فيه الكثير والكثير والكثير لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا هنا سيثنا وليعبدون بتأكيد يأكد العبادة والعبادة هي الامتثال كما قلت من قبل لأوامر الله والانجتناب لنواهيه ونقتنم هذه الفرصة مدام أن الأجر مضاعف 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 إذن عند جانبين إنسان عند جانب التقوى والصلاح والعمل الصالح والعبادة والقرآن كما قال الشيخ إبراهيم والتلاوة والاستغفار أكثر فيهم الاستغفار مكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ومكان الله معذبهم وهم يستغفرون واستغفر ربكم إنه كان غفار يرسل سماء عليكم مدرالة ويبنتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار صحيح أيضا الكلمة المشرفة لا إله إلى الله وصلت على النبي عليه الصلاة والسلام فيهم خير كثير قال تعالى في كتاب العزيز هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي من الغفلة والتيه إلى الرحمة وإلى سعادة وإلى الهنى وبهذه الطريقة لا تكون إلا بصلاتنا نحن على سيد الأنبياء المصارين حتى يصلي علينا الله عز وجل وملائكته وملائكته أيضا الكلمة المشرفة لا إله إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام لو وضعت لا إله إلى الله في كفة والسماوات السبع والأرضين السبع في كفة لا رجحت لا إله إلى الله قال وأفضل كلمة قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلى الله إذن حتى تعود باقي ما عندك حشي لا فرض ولا نافلة في الصلاة وانت بريح على الفراش ولا تغرف القرآن سبح في يدك ولا حتى بيدك أستغفر الله أستغفر الله غيث غيسوا وأكثر بالاستغفار ثم أدخل في الصلاة على النبي للتهر قلبك ويتقربك لأن قالوا السالكين الصلاة على النبي توصل إلى الحضرة الإلهية حتى بدون شيخ والشيخ ابن عاشر يقول يسحب شيخا عارف المسالك يقي في طريق المهالك وقالوا العلماء من لا شيخ له فشيخه الشيطان نعم مش معلك أنه هذا الناس كان يستهزوا بهذه المقولة مدام قلوها علماء وسالكين الطريق وهؤلاء السالكين الطريق مروا على مراحل عدة كنا نذكر الطريق التاحم هو أولها التوبة ثم الاستقامة ثم الإخلاص ثم الصدق ثم اليقين حتى يصل إلى درجة المشاهدة والمراقبة لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل هذه النوافل جميع الخير حتى أحببه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ونجله التي يبشي بها ثم يقول حتى كنته لين أعاذني لا أعذنه وليني استعانني لا أعيننه بارك الله فيك شيخ علي إذن أعود إلى بعض التعليقات فتحي نجي أقول السلام عليكم يعني شهر رمضان مبارك تقول ابني خورة علم الله يوفق ببني مني وبركاته شيخ إبراهيم أقف عندك في نقطتين سوم رمضان اسمه سوم لكنه الآن أو لكن من يفعله اليوم الخلف عكس ذلك اليوم نراك أني بها مجاعة كأنني بها حرب هذا يكنز للزيت هذا يكنز السميد هذا يكنز لست أدري يعني والسلف كانوا شيء ونحن الخلف كانوا شيء آخر تفضل شيخ إبراهيم الصوم لغة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية هذا هو الصوم قال الله تبارك وتعالى حكايتنا عن السيدة مريم إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَةِ العبادات الله تبارك وتعالى نوّع في العبادات هناك عبادات بدنية كالصلاة وهناك عبادات مالية كالزكاة وهناك عبادات مشتركة كالحج بين المالية وبين البدنية الحج عبادة مالية وبدنية تبدل فيها المال التاعك وتذهب ببادنك أو كذا وهناك عبادات أخرى اللي هي الكف عن أو الإمساك عن المفطيرات أو عن المباح صحية مثل الصيام الصيام هو الكف عن جميع المفطيرات مع أن المفطيرات مباحة في غير رمضان أنا هاكلوا واشربوا إياه لنا وكلوا من طيبات ما رزقناكم لكن الله تبارك وتعالى في شهر رمضان منعنا أن نتناول أي مفطير ونحن نمتنع عن هذا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى حتى نحقق التقل لكن ما نلاحظه الآن كما قلت وهذا هو سؤالك الأستاذ أحمد الآن الناس تستقبل في رمضان في التخزين تشري واحد شارع عشرة بادين زيت واحد يدز معناها من الصباح أنا أولا نصيحتي إلى النساء أنا يعارف الحواجب كل وراء هنسي بره جيب الرجالة ماذا بهم ما يجيبوش ماذا بهم جابة ما يفرغش جابة وماذا بهم ما يدزش وماذا بهم كذا لكن هاو المعلمة قتلة بره هاي الناس يجيبو كذا ما لنين الصحة للنساء اتقوا الله هذا روما هو الشهر تعمي أكله هذا مو الشهر تعمي باهات هذا مو الشهر تعتخمة هذا روما هو شهر تعتخمة شهر تعتهذيب للنفس تعتمتثال لأوامر الله أي حاجة ره يتكفي وماذا بينا واحد ما يشوف الآخر نحن يعني علتنا أن هاو حوش فلان جابة هاي فلان جابولها هي دي ما يشبحون للنساء رغم ما عندها من خير تلقى المرعدها خير بلاك راي خير من هكا اللي تصف فيها هاني فلان جابول هي راي خير منها خطي كل واحدة تشبح لأخرة هذه تقول هاي فلان جابولها أكثر وهذه تقول هاي فلان جابولها أكثر والراجل والوسط التاعم قاعد تعب شاد في السبيرات معناها من الصباح مش نعارف معناها لا يلهي لله معناها شاد لاشين شاد كذاب كذا وهذه كلها معناها يضيعون لها شهر رمضان وكل عوض بشي وفي الليل هاو تعب مسكين في السبيرات في الليل كان مليحوا كذا يجي يصلي ترويح بالقاعدة صحي نعم هذا كان جي كان مريكتي مع العشاء والله قبل العشاء كذا توقي المرأة اتقل لها في هذا الزوج اتقل لها في هذا الأب يا بنتي اتقل لها فيه فيه معناها راعوا الشياب هذو مين واللي راكوا تبعثوا فيهم الأشياء هذه هذا رأوا شهر الطاع شهر المبرات شهر الانتصارات ما هو شهر الماكلة كان الماكلة لا لم يرد عن السلف ولا عن العلماء ولا كذا انه قال من اكل اكثر في رمضان فله اجر اكثر هذي مكاني شهر لماذا احنا توكي رايحين لذلك والله تو الواحد معناها وكأنه رايبش تتسكر معناها الحوايج في رمضان من تو تلقاه هذي شري ومعبي معناها شاري معناها واحد خمس ملايين واحد سستة ملايين معناها حوايج مواد غذائية ليش السيد يدي ما كين الحوايج حتى غالي كين وكما تشري تتوكيها تشريها من بعد زايد الف والله الفين وانت الربح خليها عندما لها وخلي دراهم عندك عليش راكي معناها قلت لك يشرو فيه اشياء ممكن راهي بشي طيبوا بها قاطوا العيد يشرو فيه اشياء يشرو فيه قلت لك ديرين حوايج وهذا واقع مرا نحكو عليه احنا رانا ماذا بينا الناس توعى شوي هذا رو شهر شهر تع عبادة شهر عبادة ما هوش شهر تع ماكلة ولا شهر تع تخمة ولا شهر تع مباهات هذا شهر حتى اللي عندك عندك شوي درت شوي خميرة درت شوي ملسوقة درت شوي جاري هذي ماذا بيك ثاني أعطي منها من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعزق رقبته من النار أما معناها الديري مش عارف عشرين مش عارف صحان طبق وكذا والآن الاكثر من هذا الناس تشغل البرطابول وتبدأ الصور وهذه ما مش معقولة كان فقراء رو ماعدهم شي ماعدهم شي بش يأكلوا كيما راكذاك أنا رك تغيذي في ناس سخرين ذا المسلم احنا النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الأباء من قبل يقولون حتى كانوا يشرووا حاجة الناس الفقر وكذا يديرها تحت قدوارته احتراما حتى الأولاد الصغار هذو من الأولاد الصغار معناها كيشوفوك لازم تعطيهم صحيح ومن تبقى لك جاي بكيلو ما يزيكش حتى العشق لكن احنا الأدب تاع الأباء تاعنا وقداما كانوا يدروها تحت قدوارهم وما يبينوش شي مش كيما تو يعني معناها يصور في الماكلة وكذا ويفوق ناسيا وضاربا عرض الحق أن أخوه لا يملك حقه صحيح نعم ننصح إخواني وننصح كل من يستمعوا في أن يتقوا له هذا روما هو الشهر تعمق له هذا شهر الصيام والصيام هو الإمساك هو الإمساك وليس معناها البذخ وليس الإسراف وليس كثرة المقتنيات صحيح يا شيخ إبراهيم يعني شيخ إبراهيم قالها بعبارة صراحة دعونا من التصوير لأن هناك أشخاص لا يستطيعون ثمن المأكلات التي وضعتموها في الطاولات أعود إلى الكل يرحب بكم ما الكل يقول لكم تانية رمضان مبروك بيحفظكم الشيوخنا أعود لشيخ علي الشيخ علي الطاوي لها كلها مملؤة بالأكل كما أعود نفس السؤال وفي الأخير كلها يرمى يعني كلها مش نكلوها ماذا تقول لهم ماذا تتحدث في هذا أو كيف نستقبل رمضان الآن كيف نستقبله الآن رمضان بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى في كتابه العزيز وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يقول في أخرى إن المبذلين كانوا إخوان الشيطين الإسراف هو من تبذير صحيح وهل يرضى المسلم أن يكون أخلى الشيطان رغم أن الرمضان جاء كريم بش يزيد فيهم من الزاد ومن الخير ويقول عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض كله في حقه لم تعدوا مسرفاً صحيح لا تأكل فيها كما ينبغي إلا من قال لك لا تكرش صحيح أما فيها شهر رمضان ليس لا تكرش في هذا كله لكن كن وسط الأمور يا وسطها والله يجب الشكل أنت زايد عندك والله يقسم من عظم بالله هل الشيء الماكل عند زيادة في الديارة على المسلمين يكون يعطوها فقراء غير تغنيهم عام كامل ليس في شهر رمضان صحيح هل يفزدوا فيه بركبة في شهر رمضان صحيح وكأن الناس يحتاجوا فقراء والأجر كما قال الشيخ عبدالقاد الجليل رضي لعنى في هذه الخطبة يستعد عدوها العلماء من أسغل خطب الجمعة صحيح مفيدة يجاهم عام زمة وعام كم يروحني ماذا يقول الشيخ عبدالقاد الجليل لقمة في بطني جائع لقمة في بطني جائع خير من بناء ألف جمع وخير من جهادي بألف سيف قطع وخير من الصيام في حر شرق فما قالهم اقوم الصلاة صحيح اكتذى أربع كلمات لانت تعني هناك كثير من الناس اللهم والله يحكوا لي والله العظيم يحكوا لي نسات قالوا والله نبحثوا في حشاك في الفضلات كثيرا خبزيا بس نعطوه البلاد نياكلوه كنت قلتوا الناس اللهم يضحكوا هل يقول لكم مكان اذا كذان هم الجائع موجائح يحسب الناس كلها مجائع لا واحد يفطن والله نحبذك هنا جمعية هذين تتحرك وتبحث وكي الناس اللهم عندهم الهمة لا يسألون الناس الحافة منهم الحياة ومن كده ايوه المؤمن الله كارم وصيتي في هذا الشهر المبارك الانسان يشوف جاره وشوف قريبة وشوف حتى على بعد اللي عنده يقسمها بينه وبين اخر وجنة راهي كما قال عليه الصلاة والسلام ربي يحب الكريم ولو فسق يعني يقولها مقولها لكل حال ولكن معناها جيد يحب ربنا عز وجل الكريم ولو فسق ولو ان شاء الله العاش بعد يهديها ربي ويكره البخيل ولو تقي وش معناها الكرم الانسان بالشيكل هالشي اللي عنده يكسمه بينه وبين الفقر والمساكين هالطبار كرم والله يغريض من جنة تعه ممكن اكثر حتى من العبادة معلش انا قولنا شطرين الدين التانى شطر العبادة وشطر المعاملة مع الاخرين وبالله توفيق اول مجال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس اطعموا الطعام وآلينوا الكلام واصلوا الارحم واصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام اذا اطعام الطعام هو طريق الى الجنة تدخلوا الجنة بالسلام نعم صحيح بارك الله فيك بارك الله فيك بشيخنا الجميع يبارك ويحفظ اعود الى الشيخ ابراهيم يقول الشافعي العبادات معللة بمصالح الخلق اين مصلحة الخلق في هذا الصوم بالنسبة لمصلحة الخلق هي كل حاجة امرنا الله تبارك وتعالى بها فهي في مصلحتنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير رب سبحانه ما دارنا حاجة وهذه نرجع للأطباء والذين يعرفوا الأمراض هذه المعاوية الأمعاء والمعدية وكذا يعرفوا قيمة قيمة الصيام او شهر الصيام بالنسبة للعام كامل حتى ان هناك من المستشرقين وهناك من غير المسلمين انهم يداون مرضاهم بالصيام بالصيام هو الامتناع عن الأكل لمدة معينة هذه المصلحة هذه وين بالنسبة للإنسان الإنسان فيها مصلحة ليه كذلك الإنسان لم يولي صائم يكف أذاه عن كل الناس يكف أذاه عن الناس جميعا ويذكر نفسه حتى اللي يغلط معاه يقول له اللهم إني صائم فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم وإذا سلمت الأجساد من العلل فهنا يتقوى يتقوى المسلم للعبادة وكما قلنا هي النقطة الأولى والأخيرة هي أن الإنسان مخلوق للعبادة ومهوش كما إنسان مريض عاليل ما نهي عبد في ربي كما إنسان صحيح سليم طيب واحد مش كما واحد واقف ويصلي في التراويح أو يصلي في الفرض واقف كما واحد جالس مش كما واحد يوم إيماء مش كما واحد فهمت واحد مثلا عنده عنده الأموال وكذا ويخدم وعندها ثروة كبيرة ويتصدق كما واحد ما عندهش يوم يتصدقش مش كيف كيف وبالتالي هذه العبادات كلها ترجع بالخير إلى الناس كلهم وهذا مستقل ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عني رضي الله عني الجميع أيضا أعود لشيخ علي كلمة أخيرة ونصيحة إلى أولئي المشاهدين كيف يستقبلون رمضان ما هو شيء الذي يفعلونه وما هو شيء الذي لا يفعلونه كلمة الأخيرة ولخصها في مقولة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام حينما دخل المسجد وسعد المنبر فأمن قال أمين ثم سعد درجة الثانية فقال أمين ثم سعد درجة الثالثة فقال أمين فسألوا الصحابة ما قال لي يا رسول الله فقال جاءني جبريل عليه الصلاة اللحظة وقال لي محمد من أدرك من أمتك شهر رمضان ولم يتب مات أدخله الله النار قال فقلت أمين أشوف منا يا كيمة لقى قلبه بالرحمة في شهر رمضان والعبادة ومتدماش عينيه ومنه وقعد عاصي وقعد كذا هذا ما فيش خير والعزب الله قال أم الثانية فقال لي يا محمد من أدرك أبواه أو كلاهما ولم يبرهما فمات فأدخله الله النار قال فقلت أمين أيضا هذا الجانب لا ننسوه لعنده والديه حتى لتوفوا مع حضار الهمش بإمكانه في كل يوم يصدق عليهم وتسر صدق بإمكانه في كل يوم يدعو لهما وتسر صدق هذه مهمة ياسر ياسر خاصة في شهر رمضان أيضا الثالثة قال يا محمد من ذكرت بين يديه ولم يصلي عليك نسي صلاة نسي طريقة جنة قال فمات فأدخله الله النار أو فبعده الله قال فقلت أمين أكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالصلاة البرهمية وهي أول صلاة في الهن الأسبقية معروفة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد لازم نذكر السيدة لأن أسل الله الحينما يقول لها صلي على محمد تكرم منه وترحم منه وتعاب تواضع منه مركى الله فيك ولكن السيدة مذكرة أنا سيد ولد وأدم وأنا فخر أيضا الصلاة الفاتح لما أغلق حتى يعطيه صلاة عظيمة وكننا نذكر بها سيدنا علي كرم الله أنه وجهه مذكرة في نهج البلاغة اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحقي بالحقي والهادي إلى صراطك المستقيم هو استنسل الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قالوا كثير بعلماء أنها كانت لها عظم أو شأن عظيم أنك تسأل في الله عز وجل بيصلي على استناء رسول الله حق قدر الرسول ومقداره العظيم وهذا لا يعرف قدره وعظمته ومقداره إلا ربنا عز وجل هذه كانت تكلمها الإمام علي كرم رجل وأيضا جميع الصلاوات أي صلاة تأتي بها فهي كما قال عليه الصلاة والسلام مش ما تختارش طريق الجنة إذن ماذا تنصح المتبعين وملخص كلام أيها المؤمن الله أكرم واحد يحط في عقله بل يراه وجاء الشهر شهر العبادة مش شهر ماكرة وإصراف وفساد وكذا وماذا يعيش حتى مش غير في شهر ربضان حتى في غير ربضان ماذا به لسانه لا يزال لسانك رطب بذكر الله إذا كنت في عانة أخيك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث يصبح أحدكم عليه ثلاثمائة وستون صدقة قال ومن يطيق ذلك يا رسول الله قال قال عليه الصلاة والسلام الأمر معروف صدقة والنهي على المنكر صدقة هذا كل يدخل في شهر رمضان وأن تعين أخاك على حشته صدقة وتميت الأذى من الطريق صدقة والكلمة الطيبة صدقة ثم قال ويكفي على ذلك ركعتي الضحى هذا الإنسان عجوز ولا شيخ ما خرجش يسلق لك حتى الضحى بش يكون قد سلك الصدقة صدقة صحيح هذا الحديث هذا يدخل فيه إن شاء الله في كل شيء إن شاء الله وربي إن شاء الله يوصلنا لسلمين إن شاء الله يبارك فيكم يحلو الحديث معكم يا شيخة إذن أعود إلى يا شيخة برهيم وكلمة أخيرة ونصيحة إلى كافة المشاهدين حول استقبال رمضان أقول لهم رمضان سوق يقوم ثم ينفض يخسر فيه من يخسر ويربح فيه من يربح هذه نحن رأي فرصة هاو رمضان هاو ما جاي هذه الكلام كنا قد نقولوه في آخر رمضان نقولوا رمضان سوق فقام ثم انفض معناها اللي ربحوا ربحوا لكن نحن كان توب تدخل للسوق ما لا الواحد الصحف ضروحه ولازمك بشتربه وما تضيعش هاته الفرص رأي فرص قد يأتي رمضان القادم وما يلقاكش ما لا الإنسان الذكي وإنسان الكيس الفطن المؤمن الذي وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم الكياسة والفتنة والفتنة هذه صفة من صفات الأنبياء الفتنة هي ضد البلاها وضد البلادة بلادة العقل إذن الإنسان ما يضيعشي من الكياسة التاع ما يضيعشي هاته الأيام هذا السوق وحتى يخرج رمضان ويربح فيه ربحا معناها بلغا وربي وفق إن شاء الله إلى ما يحبه في الأخير مع سايا أنا أقول شكرا لشيخ إبراهيم على هذه الإفادة العظيمة أيضا شكرا لشيخ علي على هذه الاستفادة التي استفدناها اليوم سبحان الله ربك رب العزة والسلام على المصالين والحمد لله رب العالمين رمضانكم مبروك رمضانكم طيب مع السلامة كل عامتي بخير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر